السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و مرحبا بكم في قناة جوهاريات صحية اليوم مع فيديو جديد و موضوع جديد كيف ترون هنا لدينا واحد البرودوي اللي سنعرف عليهم جموعة من المعلومات اللي من بينهم المكونات دير هذا البرودوي عشنا هي الطريقة لإستخدام دياله و لاش كي تستخدم و إمتى كي حدث التهيج أو الجفاف عند السيدة و عشنا هم الأعراض ديال الجفاف في الجيل المهبل هادشي كله و قد نعرفوه إن شاء الله في هذا الفيديو الي كنتي أول مرة تزور القناة ديالي وعجبك المحتوى ديالي فنضم القناة ديالي بالضغط على زر الاشتراك و خليلي يلايك و شيتعليك و بسم الله نبدأ وعلى بركتي الله كيف ما كتشفو هنا يا نا اينارا جيل مرطيب هاد الجيل كيتسلم هو جيل المهبالي كيتستخدم لتخفيف من أعراض التهيج و من الجفاف اللي كيكون في المنطقة المهبالية عند السيدات و هاد الجفاف يمكن أنه يحدد في مجموعة من الفترات مثلا فترات انقطاع الدوري للحيد اي لامينبوس ممكن هادك الجفاف يكون مباد الولادة ممكن يكون أثناء فترة الرضاعة أو لا بسبب استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية اللي هو ما يعني لبلول او لا جمعة من وسائل أخرى او لا باستخدام أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية دي العلاج علاج سرطان تدي على سبيل المثال بالنسبة هادو اللي تكرت هادو غير حالات اللي يمكن تسبب في التهيج والجفاف دي المهبل وهنايا غدي انتقلوا لطريقة الاستعمال اولا قبل وبعد استخدام المنتج فاقي يخصك انك تغصلي ايديك مزيان باش هكذا كتعقميه وكتهزي هاداك السورانج ولي هاداك الجهاز يعني كيف المكتب اللي يكون هنا يموضح في الفيديو كتهزي كتعمري فيه واحد كرام لان اصلا هادو كلها هادو البرودويرا فيه ثلاثين كرام دي كتهزي واحد كرام وكيتم وضع هاداك الجيل دي ال اي نارا في الداخل دي المهبل دي يعني كتديريه في الداخل وهاد الجيل كيتستعمل غالبان جوج مرات في الأسبوع يعني جوج مرات في السمانة ولكن راكينين حالات اللي كتستعملو يوميا لمدة تقريبا دي ال 12 أسبوع يعني كل لوحدة والحالة اللي عندها والمشكل اللي عندها ولكن غالبا كيفما قلت لكم جوج مرات في الأسبوع وكيفما كان يقول لكم دي ما قبل ما تستعملوا اي دواء ضروري من الاستشارة طبية لان الحالة ديالك كتختلف على الحالة الأخرين أنا هنا يا غير كنعطيكم معلومات على البرودوير وعلى طريقة للاستعمال أنا غننتقلون اشنا هما الأعراض ديالجفاف ديالمابل أولا أنه كيكون نقص في الترطيب الطبيعي في الداخل ديالمابل على هذاك الشي اللي مولفه كيكون إحساس يعني بالحكاة كيكون عندك الألم يعني أثناء العلاقة كيكون الإفرازات اللي هي أغير طبيعية يعني تغير دياللون ديالإفرازات وكتحسي بالألم مره مره وما كتعرفيش منه هادو هما الأعراض ديالجفاف او ديالدومور ديال المهبل دونك اللي حسيتي بهذا الأعراض يعني من الأحسن أنا كيتمشي عند شي طبيعي اختصاصي باش تشوفي الحالة ديالك اشنا هما المشاكل اللي عندك او اشنا هوا المعراض اللي كتعاني منه يعني متمنى أنكم تستفدوا معي في هاد الفيديو ولي عندها شي سؤال ولي عندكم اشتركوا في الكوماتير كيف دياله وكنت تكركم تقريبا يعني هاد الفيديو التمنى دياله يعني مفيتش الميادة وحاليا نرى بزافة الأدوية اعطي نقصه اللي بدأت تنقصه في الاتمينة دياله وإلا عندكم شي موضوع او او اشي دواه كده بغيتوا عليه معلومات او او موضوع كيف نماجد لكم اخليوا الياه في الكوماتير ان شاء الله ندير لكم شي فيديو ندير لكم ندير لكم اشتركوا فيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة